السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اخوكم وحبيبكم ايهاب الصرفاندي من قناة ايهاب تيفي كيف حالكم ان شاء الله بخير ان شاء الله مبسوطين واليوم بدنا نيجي مع بعض نشوف حاجة مهمة جدا وهي استنزاف البطارية كتير منيجي منلاقي البطارية مستنزفة في مشاكل في البطارية الوضع مش تمام ومنخش على تطبيق الحماية ويعني منلاحز انه الشغلات كتيرة في مشاكل كتير في هذا الموضوع يعني في عنا ثلاث خطوات هنوفرهم ان شاء الله الان ونعملهم هدول هنوفرهم معك في البطارية وهتلاحظ في فرق ان شاء الله في موضوع البطارية لا تنسى الضغط على زر العجاب والاشتراك في القناة يا حبيب عشان يصلك منا كل جديد نبدأ على بركة الله اول حاجة بدنا نيجي على اللي هو الاعدادات بعد الاعدادات بدنا نيجي على الموقع الجغرافي اول حاجة بدنا نيجي بعد الموقع الجغرافي في عنا حاجة اسمها البحث عن واي فاي وبلوتوث هدول الخيارين بيجي متفعلات تلقائي وبنيجي نعملهم زي هيك هدولة بيعملوا عملية بحس على الواي فاي وبعمل عملية بحس على البلوتوث بيضال بيعمل عملية بحس وبالتالي بيستاهلوا كإيش بطارية خلصنا منهم هاد الحاجة الاولى منيجي الان لرقم اثنين رقم اثنين منيجي على اللي هو اعدادات ومنيجي على الاعدادات во في لدينا حاجة هنا اسمها لهو شاشة القفل شاشة القفل هاده بدنا نيجي نعمل فيها شغلة شايف هنا في علامة زرقة على إيقاد شاشة القفل للإشعارات كل ما يجيك شعار تلاقي الشاشة ضوط كل ما يجيك شعار الشاشة بتضوء هذا يستهلك من الطاقة بتعمله إيقاف علشان كمان ما يعمل كاش الزعاج ويستهلك من الطاقة هذا بممتاز جدا أنه إحنا نطفي حاجة الثالثة أنه بدنا نيجي نعمل هالشغلة وهنا بنجي على الإعدادات وبنيجي على العرض وبنيجي على بعض العرض في حاجة أنا بدنا ندور عليها ايها وينها مستوى السطوع مستوى السطوع الان اصبح مستوى السطوع سطوع تلقائي السطوع تلقائي هذا بيستهلك طاقة احنا حكينا قبل هيك في الفيديوهات اكتر من مرة بتعمل لي السطوع تلقائي بتشيله وبتعمل الشاشة السطوع زي ما بدك بتخفف السطوع بتخلي السطوع تلقائي ليش لان السطوع تلقائي بتروح مثلا لا اضاءة يعني معتمة بيشتغل اضاءة في اضاءة بيشتغل فبالتالي بيتحرك بيستهلك طاقة فبتوقفه ممكن توقفه بالطريقة هادي وممكن توقفه من هنا هيكا بيقى في السطوع التلقائي هيكا بيقى في السطوع التلقائي هيكا بيقى في السطوع التلقائي فانت وقف السطوع التلقائي من الطريقة هادي او الطريقة التانية وفي عندنا حاجة لازم كمان ما تنسوش تفعلوها اللي هي كالتالي نيجي على الاعدادات وفي عندنا كمان بعد هيك الاعدادات الاضافية وبعد الاعدادات الاضافية في عندنا حاجة اسمها سهولة الاستخدام وبعد سهول الاستخدام في عندنا حاجة لازم هادي انفعلها في عندنا عام ومرئي وسمعي وبدني ونيجي لبدني تمام بعد ما تيجي لبدني في عندنا اللي هو اهتزاز وقوة اللمس هنا انت لما تمسك اجي تعمل اهتزاز تنقر لمس بعمل اهتزاز تسكر بعمل اهتزاز كل هذا الاهتزاز بستهلك طاقة ايش بنعمل ننقر عليها اهيك في عندنا ثلاث شغلات الاهتزاز عند الرنين بتقول له غير مفاعلة اللي لازم تبكيها انت ضروري يعني وهنا غير مفاعل بس يفضل لنك تشيلة بيكون افضل وهنا غير مفاعل اذا الاهتزاز بدكيها للرنين بتقدر تعمله عادي بس لكن يفضل انه اللي مش لازم تشيله ظل عنا حاجة ثالث حاجة اخيرة الحاجة الاخيرة وهي انه انا باجي هنا بفعل الوضع المظلم او الوضع الداكن بعمله جدولة بفعله ووقت ما بدك انت تعمله في الليل مسلا ممكن تفعله او في وقت ما انت تريد منيجي للاعدادات ومنيجي للا العرض وفي العرض موجود هاي الوضع الداكن وهي الوضع المشرق وفي عندك جدولة ممكن تعمله جدولة تعمل جدولة للوضع في اي وقت يشتغل وفي اي وقت اللي هو يتسكر وفعل التالي ممكن تعمل وضع تكن هاي و هيك اشتغل وهيك ما اشتغل فهذه الخطوات جدا جدا بتساعدك في عملية توفير الطاقة وتوفير البطاري وجربها وبعد ما اجربها قول لي صار معك فريق ولا ما صار معك فريق أتمنى إن شاء الله أكون أعجبكم الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعل الجرس يا حبيب عشان يصلاك مني كل جديد ونلتقي إن شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام